مرحبا فيكم حبايبي برج القوس خلينا نشوف شو مخبيت لنا باختصار يعني خلينا نقول عنوين عريضة ان شاء الله الورق يكون حلو وطاقة تكون ايجابية خلينا نشوف طاقة برج القوس كيف عم تكون هاي الفترة عم تكون عزيزي في عندك شوية صراع ما بين القلب والعقل كتير عم بتعيش صراعات او تفكير او اتخاذ موضوع معين فكأنه القلب والعقل عم يعني بتناقشوا وعم بيكون في صراع مش قادر تاخد هذا الموضوع او مش قادر تاخد قرار في هذا الموضوع قلبك في جهة وعقلك في جهة تانية عم بشوفك بتحقق يعني بتحط حجر الاساس لمشروع معين لعلاقة معينة المهم انه بداية جديدة لموضوع معين ممكن ينكشف بالاوراق يعني عم بتحط اساس خلينا نقول مثمر هذا الموضوع مثمر انا شايفيته شايفيتك كتير مسيطر هاي الفترة وعم بتتبدل الادوار ما بينك وبين الحبيب على يعني وجه الخصوص بشكل عام لبرج القوس عزيزي للأسف يعني انا دائما بحب اقرأ الكروت الاجابية بس في كروت سلبية بتطلع لحالها يعني فخلينا نقول في فاقة سلبية في امرأة عم تعملك شغلة غلط شغلة يعني عمل او ما بعرف سحر او شي مثل هيك اه في عنا علاقة ثالثة ظاهرة في الموضوع وعم بيكون في حسد منها من هاي العلاقة الثالثة او العلاقة اه في شخص ثالث داخل على الموضوع اه ممكن ما يكون يعني طرف ثالث ممكن يكون اه اي يعني شيء او شخص اه داخل اه في العلاقة اه شايفة انه رح يكون الشريك او ممكن يكون للناس السناقل ممكن يكون شخص الجديد او فارس الاحلام انا شايفة يعني مواصفات فارس الاحلام وحتى لو كنتوا منفصلين فهو اه نفس الشخص فارس الاحلام عم بشوفه يعني اه جاي بعرض بشي معين يعني جاي والفرحة على وشه اه ولكن انت رح يكون في عندك بعض الصراعات الداخلية من هاي العلاقة وبعض التشويش اه يعني اوكي يعني فرحان رح تكون بالرجوع وكذا اه بس بنفس الوقت خايف انه المشاكل تتكرر وخايف انه العلاقة ما تكون اه مثمرة او ما تكون لها يعني اه لها نهاية حلوة او خايف اكتر اشي من الشريك هذا الشخص نفسه هذا الشخص اللي نبين بالصورة فالبين انه انت في عندك صراعات اه بينك وبين حالك انك هل تعطي هذا الشخص فرصة اه او لا والبين انك انت رح تعطي ولكن بتوجس اه بخوف اه معين رح يكون في عندك خوف شوي من هذا اه الشخص لكن سرعان ما هذا الخوف يتبدل اه ويصير سعادة انا شايفة في سعادة في الموضوع في توازن في نصر عم بتحققه اه على هذا الشخص او على اه الشخص الثالث لانه شايفيتك اه مبسوط وطاقتك يعني نارية عم بتكون كتير اه مشاعرك اه نارية تجاه هذا الشخص انت عم جد بتحبه ولكن اه عم بتفكر شوي بلشت تفكر بعقلك شوي اكتر من قلبك بهاي الفترة والقوس يعني معروف بفكر بقلبه بعقله يعني بذات الوقت اه فرد مرة بس اه بهاي الفترة اكتر اه رح تكون صارم مع الشريك رح تكون مبسوط بس بنفس الوقت صارم مع الشريك اه رح تغير معاملتك اه معه عن اه سابق عهدك اه اول شي كنت اه بتعامله اه بطريقة يعني حنونة زيادة كنت عم طاط زيادة في العلاقة شايفيتك اه هلأ لأ اه عم تتغير اه توجهاتك عم يتغير تفكيرك اه عم بتكون حط اجر على اجر والشريك هو اللي عم بقدم تنازلات فشايفة نصر وكروت حلوة لبرج القوس اه شايفة على الاغلب في عندكم اه سفر او اجراءات سفر ممكن تكون بالشهر الاخير من السنة اه لكن عم بشوفك عم بت يعني عم بتزبط الامور وعم بتحطر حالك لهاي الخطوة اه التأشيرة او الخبر السار عن السفر رح يجيك خلال الثلاث اشهر لكن السفر نفسه ممكن يكون في اخر شهر اه من السنة على الاغلب اه العمل اه شايفيتك اه في اه شوي نقص اه في المادة في الفترة الجاي ولكن بنفس الوقت اه انتصارات ويعني اه علو ومرتبة اه لكن المادة انا شايفيتها نفس الشيء ما عم تتغير فهذا الشيء شوي عم بدايئك اه عم بيخليك اه نوعا ما اه زي ما قلنا زي ما قلنا هون انه اه تحط حجر اساس لمشروع جديد فممكن انه اه تكون بسبب اه حدودة او كزا اه تبلش بمشروع اضافي وهذا المشروع ماشي على خير وفترة حلوة كتير انك تبلش بهذا المشروع اه بشهر تسعة يعني بشهر التاني فا اه وعم بشوفك مسيطر في هذا المشروع عم بتكون مشهور في مجالك اه او بالمجال الجديد اللي دخلته بالمشروع اللي اه عم تجني اه ارباح عم اه ما بعرف عم اه يعني تحصل على شهرة معينة في المجال اللي انت اه فيه هذا اكتر اشي بالنسبة للطاقات اه ترابية اه نارية في كل قراءة لازم النارية تكون موجودة ما بعرف ليش اه في عندنا ترابية نارية مائية هذا اكتر شي اه موجود وبرج الحمل موجود عندنا برج الحوت برج السرطان هدول اكتر ابراج موجودة اه خلينا نشوف العقل الباطن تشوفي عندك يا عزيزي اه في موضوع موضوعين عم بيكونوا يعني مركز تفكيرك عليهم اه بدك تحققهم بنفس الوقت ولكن انا بقولك بهاي الفترة الثلاث اشهر رح تحقق واحد منهم بس اه لنهاية السنة بتكون حققت الموضوع التاني انا ما بعرف شو هم المواضيع لكن اه يعني هذا اللي ببين من الورق اه مبين انه انت يعني بالفترة الجاي زي ما بقولوا التراب بتنسكه بقلب دهب فاستغل هاي الفترة في عندك فترة من الابندنس فترة من يعني في عندك حظ وفير كتير بهدول الثلاث اشهر فحاول على قد ما تقدر تشتغل فيهم او تعمل مشروع جديد اللي انت بتفكر فيه اللي قلنا عنه هون ممكن تعمله اه في هاي الفترة فترة كتير اه مناسبة لهذا الموضوع نشوف اوراكلز فورجيفنس هون قلنا انت في صراع انك تعطي التسامح او لا انك تسامح فهون بيقولك انه سامح 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 يا برج القوس ان شاء الله تكون اخر مرة يعني ما يكررها الحبيب او راح تكون جذاب جدا يا برج القوس بالفترة الجاي راح تكون جذاب للجنس الاخر بشكل كبير جدا اذا كنت رجل واذا كنت امرأة اه فهذا السحر راح يجذب لك اه اه السول ميت تبعك اما القديم او للاشخاص السناقل الشخص الجديد اه في حياتهم او السول ميت اللي لسه ما ظهر في حياتهم اه ممكن جدا انه يظهر بهاي الفترة نشوف الرومانس اه ها بيقولنا عن الحبيب اه في اخبار اه انه بما معناه في اخبار وصلتك اه عن الحبيب اه كلها تخاطئة او اه سيتم توضيحها في اه بالفترة الجاي في توضيحات كتير راح تسمعها من الشريك نفسه من صاحب الموضوع مش من اشخاص اه اخرى فشي حلو اه بيقولك هون شوفنا في صراعات وكتير وانه العقل والقلب وكزا بيقولك اه اعمل اللي انت حاسه وكأنه بحكي لك شغل هاي المرة شغل قلبك شغل قلبك وشو انت بتحس بكون هو اه الصح عم بشوفك بتعمل ميديتيشن عم بشوفك بتعمل صلوات كتير بالفترة اه الجاي بقولك بقولك اتعمق كتير اه بنفسك اه روح للروتس روح للجذور اكتشف جذورك انت اه تفكيرك انت انت شو بدك اه يعني اتعمق في تفكيرك اه اعرف شو بدك بالزبط لان انا شايفيتك هون كمان في هذا الكرت كتير محتار وكتير يعني ما عم تعرف يعني تتصرف او تاخد قرار فقولك فبيحكي لك انه جو ديب روح بالعمق في نفسك وفكر على رواء فك اعطي حالك اه فرصة بالتفكير لانه قرارك رح يعني اه ينعكس عليك لفترة اه طويلة فكون متأكد من هذا اه القرار نشوف الشاكرا اه كاردس لانه شفت في عندك طاقات اه سحر او حسد او كذا فخلينا نطمن نشوف اه زي ما توقعت اه في عندك الهارد شاكرا اه ممكن تكون فيها مشكلة يا عزيزي من خيء يعني بسبب هذا الموضوع اللي قلنا عنه قبل شوي فدير بالك اه اعمل استشفاء اه زبط امورك وبيقولك بعديها رح تكون فيه بدايات اه جديدة اه وحصاد للي انت تعبت عليه فيعني الامور رح تتحسن شوي شوي مش فجأة فكون صبور بيقولك الكروت انه كون اه صبور اه بيقولك هون انه اه الموضوع قد مكان كبير قد مكان اه صعب فانت قادر انك تعمله بالفترة اه اه الجاي فيه رح يكون عندك عناية الهية او اه متل متل هيك شي عناية من الملائكة فلأ روح يعني ما ما تت اه يعني ما تتتاخد خطوة وللخلف اه بالعكس اه اه روح خطوات للامام وخليك اه جريع هون بيقولك انه اه رح تتعرف الفترة الجاي على اصدقاء اه جدد بيقولك دير بالك من اشخاص منهم يعني الاشخاص الجديدة في حياتك يا برج القوس بالفترة الجاي اه كون متأكد من اه هدول الاشخاص ما تدخل اي شخص على اه حياتك وخاصة من الجنس الاخر ما تدخل اي شخص بدون ما تتأكد مية بالمية اه منو اه شايف شخص اه شوي اه غريب عن ثقافتك اه 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 شوي اه او ديانة غير او العدات اه غير بلد تاني عم بشوفك عم تتأذى من هذا الشخص هذا الشخص جديد مش قديم جديد رح يدخل حياتك في الفترة الجاي فما تسمح لهذا الشخص إذا كان في هذه المواصفات أنه ياخد حجم أكبر من حجمه لأنه رح يكون في ضرر من ناحيته فدير بالك من هذا الموضوع بقولك على قد ما رح تفتح قلبك على قد ما رح تاخد حب وهذا الحب بيقولك شاركه مع الناس اللي حواليك ما تحتفظ فيه لحالك إذا كنت عندك مشاعر اعمل شيرينج مع التانيين مع اللي حواليك مع أولادك بالنسبة للأولاد كمان نسيت أحكي بالكروت برج القوس عم بيكون شوي مهمل بالفترة الماضية من ناحية الأولاد ولكن بشكل عام بالفترة الجاي شايفيته مع الشريك ومع الأولاد رح يكون فيه مثل هدنة مثل صداقة مثل إعادة ترميم للعلاقات إذن لبرج القوس ورق حلو حبايبي بشوفكم بالفيديو بالفترة المترجم للإعادة ترجمة نانسي قنقر